اخوانا خوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم مع اي من جديد اصدقائي متابعي قناتنا الاوفية الاعزاء كما عودناكم هذا الفيديو نتمنى يلقاكم بخير ويلقاكم يا ربي وسحة جيدة. قد نهضروا على جوجلة ثلاثة ديال الامور اللي هي مهمة لكتهم نحن الدرجة الاولى اللي كنعيش هنا في اسبانيا. قد نهضروا على الصيف اللي كتوجد اسبانيا شنو اللي بغدير. وقد نهضروا على دكتاكهنات لك دور ديال وباقي كالدور على اللقاح ديال الاستراثينيغا. توجد جلطات دموية اللي جاروا الناس وكذا. والحاجة الاخرى الاستاذة اللي ماتت ماشي بزاف لأسبوع اللي فات في مربية. بعد ما تلقات اول جرعة من هاد اللقاح هاد اللي عليه تكهنات كبيرة وكانت خوف كبير منه. لانه ماشي امين وكذا وبانه جلطات دموية كتيرة. سيدة اللي توفات كم ما قلت هاد الاستاذة هادي اه كان واحد تشريح الجتة ديالها. وغادي نقوله اشنو اللي بان ولا اشنو اللي قالوا الاطباء اللي داروا هاد تشريح لهات السيدة هاتي. عيرو كان كتشوف اني فيها يعني ضحكة شوية لانه كين واحد جوجلت له هاد التعاليق ديال واحد الناس فين ما كان هادر على اللقاح خصوصا واحد اه يعني متتبع معرفش وش متتبع او لا. المهم بعدها كيتفرج في القناة ديالي. من اللي كان هادر على اللقاح كي يخلي ليه تعليق. انا متخلف وهاد القناة ديالي في هالشؤم وجيت من المغرب صافرت لاسبانيا ودوست واحد لمدة طويلة وباقي عندي العقلية ديال المغرب. وإلى هوناليك من هاد النوع ديال الله هاد النوع دو ولا هاد الناس انا كان اعتبرهم ناس لما باغينش يستوعبوا الواقع. يعني انا من اللي كان هادر على اللقاح وكان قول اللقاح اصبح امر واقع وكي يعيش معنا وغادين يديروه الناس كاملين. ومن اللي كان هادر على هادك الشهادة ديال التنقل ديال اللقاح جواز صفر ديال اللقاح ولا شهادة ديال اللقاح كي ما بغينا نسميهوه الناس اللي كيدقوا هاد البرها دي كيعطيهم واحد شهادة يعني ربما قاعد ديوا في التليفون وعنده واحد الكود اللي كي يكوبيل هو كواريلي يعني كينبعد الناس اللي هاد شي ما بغاش يتقبلوه قلقوا ودي الله وتاشكت خرباق وقالوا القودات والمنظمة العالمية الصحة ولا. المهم بالنسبة لهاد الناس هادو. هنخلي لكم واحد من نويطة باش تسمعوها ديال الوزيرية الوزيرة الخارجية ديال اسبانيا الوزيرية الوزيرة ديال الخارجية ديال اسبانيا غونتاري جلايا. عشنو اللي قلت? واسبانيا علاش كتخدم بالنسبة للقضية ديال الصيف. كيفاش غاد يكون الصيف في اسبانيا باش يتحرك السياحة. والانتعاش ديال القطاع ديال السياحة يعني يتحرك شوية لان اسبانيا كنقولها ميارا وتكرارا كتدخل واحد الاموال طائلة من السياحة. كتتتمد على السياحة بززاف. يعني كتشوفوا هاد اللحظة هاي ديال السيمان عصانطة مثلا دخلوا عدد كبير ديال الاجانب. ولكن المواطنين الاسبان ما كيقدرواش يتحركوا من عمالة لعمالة. شيء اللي هو شوية يعني غريب. المهم. سمعوا ما يا هاد النوايطة هادي ونكمل الفيديو ديالنا. موسيقى Este es el país al que queremos que pronto vuelvan a visitarnos y por eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando, vacunando a nuestros ciudadanos. Nos estamos preparando, construyendo un certificado de vacunación que nos permita volver a movernos con seguridad y de una manera ordenada. Y nos estamos preparando con un horizonte muy claro que es el verano. ese verano en el que queremos movernos en nuestro país y en el que queremos que vuelvan a visitarnos esos millones de personas que quieren compartir este país con nosotros. Yo quiero terminar con un agradecimiento muy sincero a todos quienes habéis participado en esta maravillosa aventura, pero sobre todo a los protagonistas de estos pequeños vídeos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por compartir con todos y quiero que hagamos todos un esfuerzo para viralizar este mensaje, este mensaje de positividad de una España segura y decidida al mundo. Gracias a todas y a todos por ayudarnos a transmitir este mensaje. Vamos a seguir trabajando para que este gran país, este fuerte país, es el país al que todo el resto del mundo tiene ganas de volver. Muchísimas gracias a todas y a todos. El mensaje de la semana que estaba en la semana. El mensaje de ella la semana que estaba en la semana. Y ya está. El mensaje de la semana. بمعنى الناس اللي داروا الجلبة. مش نكون واضح معكم. الناس اللي عندكم شك في هذه القضية. ولا ما بغيش تصدقوه. ولا بغيش تستوعبو ان هذا اصبح امر واقع. هو هذا ولو كان امر. انا ما كان رغم على التاشي واحد. وما كان حفز التاشي واحد نقوله سير دقوا بلا. ولا ما تدقاش كل واحد حر في الجسم دياله. يدير اللي بغى. غيره كان اللي ما بغيتكمش تنساو. هو هات الجلبة هدي لما تدقواش الناس. فغادي تحرموا بزاف ديالالامر اللي هدرنا عليها. صفار الجامعات المدارس الطبيب مدراسة بزاف ديالامر. يعني الطيارة الباطو بزاف ديالامر اللي هدرنا عليها اللي غايتحرموا منها بزاف ديالالنس. اينا ما داروش هاد القضية هذي. يعني هدا واقع. ممكن ما نخبيه. ممكن ما نخبيه لان هاتش يصبح واقع معنا. المهم ده بغادي نحضروا على القضية ديال هاد دوها دولة هاد اللقاح اللي هو استرسينيغا. اللي كان عليه تكهون دبا مؤخرا كتيرا وكانوا واقفوه بزاف ديال الدول ومنها اسبانيا كانوا واقفووا يعني مؤقسا. حتى يتأكدوا كلك من دوك الجالطات دموية اللي وقعوا لانناس. يعني لاحظوا ما ايام زيتا. ستا دية المليون دية الجراء اللي اتدقات للناس في العالم. ستا دية المليون دية الجراء يلا اه قل لك في هاتلاثين حالة ديال هادوك الناس اللي بينوا عليهم ذوك الجالطات الدموية. وكل لهم هاتلاثين حالة عندهم امراض مزمنة يعني اخرى ما عندها تعلاقة بهذا الوباء وكيشربوا واحد لادوية وهدوك الادوية عندهم تأثير كبير وكتاهم كيسبوا هاد الجلطات الدموية هادش اللي قالوا الخبراء وبالتالي يعني تم الاستئناف دير هاد دو هادو هاد اللقاح باش غادي نبدا يعطيه للناس مثلا هنا في اسبانيا ابتداء من الاسبوع الماجي ابتداء من النهار الاربع غادي يستانفوا للقاح ولا غادي يعودوا بذي يدقوه للناس مرة اخرى من جادين في اسبانيا تقريبين هادش اللي قالوا قال لك كانوا ولا بانوا ثلاثة ديال الحالات دير هاد الجلطات الدموية ده بغادي نحضروا على البروفيسورة ولا الاستادة اللي توفات في مربية بعد ما تلقات اول جرعة من هاد الاستراثينيقة هادو هاد اللقاح ديال الاستراثينيقة اللي توفات كذلك بنزيف في الدماغ ديالها وكانت كهنات وغوات شي كله واشنو اللي كيقول در واحد شريح ديال الجتة دير هاد سيدها هاد شيري قالوا الخبراء والأطباء وهاد شيري الدول في الاخبار وفي الجرائي ان هاد سيدها دي ما عندها تعالقتها هي باللقاح ديال الاستراثينيقة كل ما في الامر هو عند امراض اخرى كما قلت اللي تسبات لها في هديك الجلطة الدماغية ولا في هادك النازيف يعني ديال دموي في الدماغ ديالها وهذا هو اللي سبب لها يعني باش توفات وبالتالي الامر مفروغ منه حساب الخبراء حساب الجرائي حساب التلفازات اللي نقلوا الاخبار يعني على الخبراء اللي قالوا هاد شيري يعني استراثينيقة هاد اللقاح كي يعتبروه امن مئة في المئة وما كيدرش بهالشي وماشي هو السبب الرئيسي في الجلطة الدموية اللي تعرضوا لها ناس كبار ولا ناس كتار اذا بغيت نقول قبل ما انسألي هاد الفيديو ما بغيتش تفوتني الفرصة بغيت نسأل الضوء على واحد النقطة لمهمكتها من احنا الجالية المغربية بصفة خاصة هو القضية ديال المغرب اشلو لكي وجدتها هو العمليات مرحبة بالمناسبة امر لما كان امنش به انا حاليا الاخبار اللي كتروج يعني في الاخبار في الجرائي يعني امر اللي ما كان امنش به بتاثم حاليا لاش لان باقي بزاف ديال الايامات قدامنا وما غاديش منعرفوا اشن اللي غادي يكون من هنا الغدة وانتم ما كتعرفوا المغرب كيفاش كيتعامل مع هذا الوباء هذا وكيفاش كيتعامل مع هاد الضرفية هذه بخصوص الحدود سد اطلق سد اطلق وبالتالي انا بالنسبة لي التحدث وللكلام وللحضرة لعمليات مرحبة وفتح ديال الحدود في الصيف شيء اللي هو هي بعيد وبعيد وبعيد بزاف ومن غير المنطق ان انا نبدو نهضروا عليه ذا فهذا الرأي ديالي فقط انا قد نعطي الرأي ديالي نتمنى وان هاد العملية تكون والفتح ديال الحدود يكون ولكن السؤال اللي ما تروح اشنو اللي كيوجد المغرب للقضية ديال ربما اذا تفتحت الحدود والناس كل شيء هبط اشنو اللي ربما ما يقدر يفاجئنا بها المغرب ويكون موجد لناتها هو ضرورية هو يقول لك او دي جيبوا معكم ديك الشهادة اللي تكلمت عليها الوزيرة ديال الخارجية ماشي بعيد هذا رأي ديالي تحياتي لكم كاملين حتى نتلقوا ان شاء الله في الموضوع الماجي سلام عليكم